السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بتصحيح تمارين صفحة رقم 99 من كتاب في رحاب العلوم الفيزيائي للسنة الثانية يددي وهي الدرس المرتبطة بتطبيقات الانتشار المستقيمي للطوء التمرير الأول نقل التمرير إلى دفتري ثم أملأ الفراغ بما يناسب إذا هنا لدينا فراغات وسوف نملأها بما يناسب منها كلمات حسب الدرس العلبة المظلمة إذا كيف ما شفنا أن العلبة المظلمة هي واحدة الواسط معتمة أو علبة معتمة يوجد بوجهها الأمامي ثقب يسمى حجاب وبوجهها الخلفي واحدة الواسط نسف شفاف يسمى شاشة إذا العلبة المظلمة هي علبة معتمة يوجد بوجهها الأمامي ثقب يسمى حجاب بينما استبدل وجهها الخلفي بواسط نسف شفاف يسمى شاشة هذه العلبة المظلمة عندما نضع أمامها واحد صورة ولا واحد منبع ضوئي فعند الشاشة نحصل على صورة مقلوبة إذن تمكن العلبة المظلمة من الحصول على صورة مقلوبة لجسم مضيئ تعطي العلبة المظلمة صورة يتعلقة طولها بالمسافة بين إذن تلك الصورة التي نحصل عليها على الشاشة يتغير حجمها حسب المسافة بين الحجاب والشيء والحجاب والشاشة كذلك إذن بالمسافة بين الحجاب والشيء الحجاب هو يعني الوجه الأمامي للعلبة المظلمة وكذلك بين الحجاب والشاشة إذن هذه هما الأشياء التي تغير حجم الصورة وتستحكم في حجم الصورة إذا وضع جسم معتم أمام مصباح متوهج فإن جزءا منه يكون مضاء بينما الجزء الآخر يكون غير مضاء إذن إذا قمنا بوضع واحد الجسم معتم مباشرة أمام واحد مصباح متوهج أو من بعضه الجزء المقابل له يكون مضاء والجزء الخلفي يكون مظلم ذلك الجزء الخلفي المظلم يسمى الضل الخاص إذن يتسمى الضل الخاص كما يوجد حيز من الفضاء المظلم خلف هذا الجسم يسمى إذن ذلك الحيز من الفضاء الذي يوجد خلف الجسم يعني ذلك الضل يعني اللي يكون في الفضاء يسمى مخرط الضل المقروض RYAN الظل وعند وضع شاشة خلف هذا الجسم المعتم تتكون منطقة مضلمة تسمى إذا لوضعنا شاشة خلف ذلك الجسم تتكون منطقة مضلمة التي نسمّيه الظل وهذا يسمى الظل المحمول الظل المحمول على الشاشة تحدث الظاهرات عندما يوجد القمر بين الشمس والأرض على استقامة واحدة إذا كي يكون عندنا القمر بين الشمس والأرض على استقامة واحدة تسمى ذلك الظاهرة ضاهرة الكسوف أو كسوف الشمس عندما يكون العكس عندما توجد الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة تسمى هذه الظاهرة الخسوف إذا تحدث ضاهرة الخسوف عندما توجد الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة اتبارين ثاني انقل أجوب الصحيحة إلى دفتري تعطي العلبة المظلمة واشكاس أعطينا صورة معتدلة أو صورة مقلوبة بالنسبة للشيء عندما نبعد الشيء عن حجاب العلبة المظلمة هل تكبر الصورة أم تصغر الصورة؟ عندما نبعد الشيء عن الحجاب ولا عن العلبة المظلمة كلما أبعدناه كلما صغرت الصورة المحصلة عليه عندما يزداد قطر فتحة الحجاب هل يزداد وضوح الصورة أم تزداد إضاءة الصورة؟ إذن عندما يزداد قطر الفتحة الحجاب كلما زاد قطرها يقل وضوح الصورة وتزداد إضاءتها إذن هل يزداد وضوح الصورة؟ لا بل تزداد الإضاءة ويقل الوضوح عندما يزداد عمق العلبة المظلمة هل تتزايد أبعاد الصورة أم تتناقص أبعاد الصورة؟ ما معنى تزايد أبعاد الصورة أو تناقص أبعاد الصورة يعني حجم الصورة هل يكبر أم يصور؟ عمق العلبة ما معنى عمق العلبة يعني المسافة بين الحجاب والشاشة ذلك المسافة بين الحجاب والشاشة هي عمق العلبة يعني الوسط ديالها إذن فشكي تزاد المسافة بين الحجاب والشاشة ماذا يحدث للصورة الصورة فهي تكبر أنت تزايد أبعاد الصورة التمرين الثالث أنقل التمرين إلى دفتري ثم أسل بخط كل عبارة بما يناسبها هنا لدينا هذه الكلمات وهنا لدينا يعني الشرح ديالها مربع نقاطي ماذا يعني مربع نقاطي هو واحد لمنبع ضوئي على شكل النقطة وكأنها النقطة تبعت الضوء إذن هي نقطة ينبعث منها الضوء جسم المعتم إذن كيفما نرى في الأوساط الشفافة والنسبة الشفافة والمعتمى الوسط المعتم هو الذي لا يسمح بمرور الضوء إذن جسم المعتم لا يسمح بمرور الضوء الظل خاص الظل الخاص هو ذلك الجزء المظلم الذي يكون على الجسم عندما نقوم بإضاءاته وهو الجزء الذي يوجد خلف الجسم ذلك الجزء الخلفي من الجسم الغير الموضع يسمى الظل خاص إذن الظل الخاص هو منطقة مظلمة من الجسم الموضع الظل المحمول نحصل عليه على الشاشة يعني فشكي يكون عندنا واحد للشاشة خلف جسم الموضع ذلك الظل الموجود على الشاشة يسمى الظل المحمول إذن هو امتداد للذل الخاص على الشاشة كسوف الشمس كما شفنا الكسوف ديال الشمس هو عندما يوجد القمر بين الأرض والشمس بحيث يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض إذن كسوف الشمس هو عندما يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض التمرين الرابع إذن لاحظ شكل أسفله ثم اكتب على دفترك كلمة مناسبة للمقابلة لكل الرقم هنا فهذا الرسم السوضيحي هو اللي درناه في الدرس بالنسبة منبع ضوء نقاطي ومنبع ضوء غير نقاطي إذن فشل القاوب بأن الشاشة عليها منطقتين من الظل إذن منطقة يعني مظلمة بالكامل منطقة عندها واحد ضل جزئي هذا فشكي يكون عندنا منبع ضوء غير نقاطي يعني واحد منبع ضوء كبير منبع ضوء نقاطي كأعتنا غير منطقة واحدة ومنلمة والمنطقة الأخرى كتكون مضاءة بالنسبة للشاشة إذن هذا المنبع ضوءي هو منبع غير نقاطي إذن هذا منبع ضوءي غير نقاطي رقم اثنان هذا الجسم المعتم عندما يكون مضاء هذا الجزء فيه كيكون جزء مضاء إذن هذا جزء مضاء من الجسم رقم ثلاثة هذا الجزء اللي هو مظلم كيف مما شفنا أنه كيتسمى الظل الخاص إذن ثلاثة ظل خاص أربعة هذا الجزء من الفضاء ما بين الظل الخاص والشاشة يسمى مخروط الظل إذن هذا كيتسمى مخروط الظل وهو على شكل مخروط يعني واحد شكل هندسي ديال مخروط رقم خمسة كيف مما شفنا هنا هذا كيتسمى الظل المحمول إذن هذا ظل محمول ثم رقم ستة هذا اللي كيكون يحيط بالذل المحمول وهو مضاء جزئيا يسمى شبه الظل هذه منطقة شبه الظل إذن هذا تصحيح تمارين صفحة 99 بعد نشوفه بقي التمارين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته